لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحصي عدد ضحاياها بعد مرور الإعصار إيان الذي خلف خسائر في الأرواح والممتلكات لجنة الأطباء الشرعيين في فلوريدا قالت إنها أكدت وجود 58 حالة وفاة بسبب الإعصار في حين قال حاكم ولاية كارولاين الشمالية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب مرور إيان العدد السابق للقتل في فلوريدا كان يبلغ أربعة وأربعين ثم بدأ بعدها السكان الذين يعيشون حالة صدمة اكتشاف الحجم الكامل للضمار في وقت لا تزال فيه عناصر الإنقاذ تبحث عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية إيان دمر منازل ومطاعم وأعمال تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة لكن التقارير عن سقوط مزيد من القتلى ما زالت تصدر من مقاطعة تلو الأخرى ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير ترجمة نانسي قنقر